السلام عليكم حب الرشاد نبات عشبي ذو نكهة مميزة يزخر بالعديد من الفوائد الصحية التي جعلته شائعاً لاستخدام في مختلف أنحاء العالم ما هو حب الرشاد؟ قبل الإجابة عن السؤال عزيزي المشاهد ادعمني بلايك واشتراك لنستمر في تقديم الأفضل ينتمي حب الرشاد إلى عائلة الكرنبيات ويعرف أيضاً باسم البقدونس الأرضي أو الخردل الهندي نباته قصير يصل ارتفاعه إلى ثلاثين سنتيم وأوراقه خضراء ريشية وبذوره صغيرة بنية اللون ينمو حب الرشاد في مناطق مختلفة من العالم ويستخدم بكثرة في المأكلات العربية والشرق أوسطية فوائد حب الرشاد الصحية غني بالعناصر الغذائية يحتوي حب الرشاد على العديد من العناصر الغذائية الهامة بما في ذلك الفيتامينات ألف، باء، جيم، هاء والمعادن، الحديد الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والزنك، والألياف يعزز المناعة يلعب فيتامين جي الموجود في حب الرشاد دوراً هاماً في تعزيز وظائف الجهاز المناعي ومحاربة العدوى وحماية الجسم من الأمراض مضاد للأكسدة غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب يدعم صحة الجهاز الهضمي يساعد حب الرشاد على تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك وتخفيف أعراض عسر الهضم كما يساهم في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء يحافظ على صحة العظام غني بفيتامين ك والكالسيوم اللذان يساعدان على تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام يدعم صحة القلب يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب ينظم مستوى السكر في الدم يعتقد أن حب الرشاد يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين يعزز صحة البشرة والشعر يساعد فيتامين الموجودة في حب الرشاد على الحفاظ على صحة البشرة والشعر ويقلل من ظهور التجاعيد ويعزز نمو الشعر يخفف من آلام الدورة الشهرية يعتقد أن حب الرشاد يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتنظيمها يعزز صحة الجهاز التنفسي يساعد على تخفيف أعراض السعال والتهاب الحلق ويعزز صحة الجهاز التنفسي إذا وصلت لهذه الدقيقة أرجو منك دعم نابلايكا وتفاعل طرق استخدام حب الرشاد إضافته إلى السلطات يمكن إضافة بذور حب الرشاد أو أوراقه الطازجة إلى السلطات لإطفاء نكهة مميزة وفوائد صحية تناول بذورة تباع بذور حب الرشاد محمصة أو مطحونة ويمكن تناولها مع الماء أو العصير أو إضافتها إلى الطعام استخدامه كزيت يمكن استخراج زيت حب الرشاد واستخدامه موضعيا لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيمة والصدفية تحضير شاي حب الرشاد يمكن تحضير شاي حب الرشاد عن طريق نقع بذوره في الماء الساخن لعدة دقائق وشربه دافئاً احتياطات عند استخدام حب الرشاد الحاملات والمرضعات ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام حب الرشاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلا قد يؤثر حب الرشاد على وظائف الكلا لذا يجب على من يعانون من أمراض الكلا استشارة الطبيب قبل استخدامه الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة قد يتفاعل حب الرشاد مع بعض الأدوية لذا يجب إخبار الطبيب بجميع الأدوية التي يتم تناولها قبل استخدامه ختاما حب الرشاد كنز من الفوائد الصحية يمكن استخدامه بطرق مختلفة للحفاظ على الصحة العامة